الاسم محمد اسماعيل محمد حسين يامعة 6 اكتوبر كل تطب البشري بالفرقة السنية قصيدة بعنوان تطيب الحياة لمن لا يبالي الشمس الشمس تشرك كل يوم تعطي أملا وتمد لنا يد العون نسير في ضروب عدة نسعى فيها للتميز وتحقيق أهداف مختلفة نتقدم خطوة في كل مرة نلتمس بها مكانة مرتفعة وحماس الشباب وقود يشعل النفوس ويبدد كل السدود كن قويا تقود وبالإخلاص تعبر كل الحدود والأخلاق النبيلة بها تسود نعلم البداية دائما تكون صعبة يخشى منها الجميع ولها رهبة نحلم بمستقبل مشرقا في كل لحظة نعد أنفسنا لنكون بسرد كل فرصة نقتنس أهدافنا نرسم أحلامنا نغرز الطاقة في أنفسنا نقنع أرواحنا بأن النجاح هو عادتنا وأن الفشل راية بيضاء لا نرفعها وفجأة نجد كراصنة الطموحات حولنا وتأتي رياح لا نشتهي لقاؤها في طريق دمنا نشكل أركانه بخيالنا ذلك الشاب البسيط ذلك الشاب البسيط كان تطلع إلى فجر ينير له الطريق وجد أشخاص بلا ماضي لهم من إحباط الآخرين أكبر نصيب وجه حياة لم تعتاد أظافره الناعم عليها جعل حياة لما هو غير مفيد لماذا سسلمت لماذا لم تنظر البعيد هل تفكر فيما هو مختلف وجذاب أم أفكارك مترددة ليس لها جواب هل وجدت الطريق مزدود هل حلمت بما هو غريب هل أشعرت أن حياتك سجنا وأنت لا فرد من العبيد لا انهض ابحث عن صحبة تقويك حاول ألف مرة فالفشر للنجاح رفيق وإذا كانت الحياة بها صعب فالموت ليس حلا فكر في حياة أخرى وكل شيء سيتبدل الروح تنشد وأنت لا تسمع والشر يقرع بابك وأنت تفتح مهلا فالانتقام ما هو إلا عباءة سوداء تحجب رؤيتك عن جمال السماء فقط اعتزن ما يؤذيك فتطيب الحياة لمن لا يبالي ترجمة نانسي قنقر